موسيقى أنوار من الوحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى التلمذي وأحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذن احفظ الله انظروا إلى بداية الحديث احفظ الله كيف نحفظ الله وهو الحافظ ومن أسمائه الحافظ حفظنا لله سبحانه وتعالى هو حفظ لحدود الله ولشريعته ولأوامره ولنواهيه أن نحفظ اللسان وأن نحفظ اليد وأن نحفظ القلم مما عندما نكتب وبمقابل هذا يكون الجزاء من جنس العمل عندما نحفظ الله يحفظنا الله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك الجزاء من جنس العمل كيف يكون حفظ الله لنا يكون ذلك من عدة اعتبارات أيها الإخوة يكون حفظا لدنيانا لدنيا العبد الذي حفظ الله حفظا له في بدنه وماله وولده أما قال ربنا سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أما قال ربنا سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا ومن هنا قرر العلماء أن تقوى الآباء تنفع الأبناء وأن تقوى الأصول تنفع الفروع كذلك أيها الإخوة جزاء على حفظنا لله أن الله يحفظ لنا الدين ويحفظ لنا الإيمان كما قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجاهك هذا الدليل على إثبات معية الله لعبده فمن حفظ حدود الله وجد الله معه في كل أحواله حيث يحوطه وينصره ويوفقه ويسدده كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والمعية أيها السادق اسمان معية خاصة وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا وهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة وهي خاصة بأولياء الله وأهل طاعته ومعية عامة وهي المذكورة في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا